أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل لو جالك شخص يخبط على بابك وبصيت من العين السحرية وانت مش عايز تقابله لأي سبب هيخبط شوية ويمشي يمكن يكررها مرة أو كم مرة خصوصاً إذا كان محتاج منك شيء ضروري أو عايز إديك حاجة مهمة لكن الأمر ده مش هيستمر طول حياته مش معقول حيقض يخبط على بابك طول العمر أكيد فيه وقت وحيزها ومش هيرجع تاني لكن في الكتاب المقدس بيعلن أن الله بيخبط على باب قلبك بطرق كتيرة جداً طول حياتك هيكلمك بكل الطرق اللي ممكن أنت تفهمها أو لو مفهمتش بطريقة معينة هيفهمك بطريقة تانية تفهمها وتنتبه ليه؟ الأمر ده هيستمر كتير أيها هيستمر كتير طول ما فيك نفس وعايش هيستمر يخبط على باب قلبك بس الله مش عايز منك حاجة لسمح الله لمصلحته حاشة ده هو اللي عايز يديك والرسالة اللي عايز يديها لك هي رسالة غفران من خطيك الرسالة مكتوب فيها أنت بريء مغفورة خطيك تم تسديد الدين وليك حياة أبداية معاه التوقيع دم يسوع المسيح رجاء لا ترفضها قرارك بيدك المسيح مش هيقتحم حياتك لكن عايز منك تفتح له أنت باب قلبك بقردتك طب حتقول لي إجابة كلام ده منين أقولك من الكتاب المقدس في سفر الرؤية الأصحى الثالث المسيح بيقول ها أنا زا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي تكون في شركة بينكم عزيزي المشاهد لو قلت المسيح تعالى يا رب وادخل قلبي المسيح ما هيصدق أن يدخل قلبك وهتكون لك عشرة معاه بشرط مش عزومة مركبية لابد أن يكون كلامك بجد لأن هدفه أنك تكون لك عشرة معاه هل تقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك؟ أرجوك المسيح واقف دلوقتي وبيخبط بيخبط على بلب قلبك مش هيزق الباب أنت افتح الباب هو هيدخل ويقعد معاك وهتكون لكم علاقة شخصية مع بعض أرجوك ما تفوتش الفرصة المسيح هو الحي المسيح هو الحي ترجمة نانسي قنقر